الاهل لما اتعرض لانسحاب الرعاية شفتوا عمل ايه وحقق عوائد ازاي لما اتعرض لظاهرة زي دي جنح للعلم مش لاي حاجة تانية لكن الكلام على سحر وعلى شعوازة للي الاهل قالوا ولا الاهل بيعملوا ولا الاهل ممكن يفكر فيه وإلا ساعتها مش هيبقى هو الاهل نسمع كلام ميدو انا مش اتكلم اقول كل حاجة في الوقت بس ده طبعا خير ان هو كان بيقول لنا ان في لعيبة معمول لها اعمال ومعمول لها سحر وشعوازة وطالتنا ان احنا من لعبهمش ثلاث او اربع لعبين بشكل مباشر وحازم موجود قدامك يعني حتى لو هو مش عايز يتكلم وسادة منصور قال لنا ما تلعبوش ماسل مرشي لانه معمول له عمل وسحر قال لنا ما تلعبوش كهرباء لانه معمول له عمل وسحر قال لنا ما تلعبوش ده ودار لانه معمول له عمل وسحر وعايز اقول لك معلومة تانية يا سيف والصور معايا وموجودة ان نادي الزمالك السنة اللي فادت كلها بالكامل للأسف ان انا بقول كده على بيتي كان شغال بالشيوخ وان كان فيه شيخ بيتواجد مع نادي الزمالك في كل المباريات وبيركب معهم الوطوبيس وبيحضر معاهم المباريات والصور موجودة معايا وكان بيتقاضى سبع تلاف جنيه في المقراء شيخ متواجد بيعمل سحر وشعوزة وبأكد لك مرة تانية ان الصور معايا وبقسم بالله العظيم وحيات اولادي ان مرتضى منصور طلب مني ان انا مشركش لعيبة عشان معمول لهم سحر وشعوزة وبقسم بالله تاني وحزم امام قدامك يعلم هذا الكلام ان كان فيه شيخ متواجد بيتحكم في كل الكمور ومين يلعب ومين ما يلعب السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت ما كان موجود في كل مباراة لنادي الزمالك وكان بيتقاضى لاجر لنادي الزمالك طيب فيه سحر والاهلي بيعمل سحر وانت رحت عملت سحر وجبت شيخ مقيم وده اللي بيقولك ده اللي كان مدير الفني المسؤول عن الفريق ووجبت شيخ مقيم معاك ومنفعش معاك ليه هو حتى الساحر بتاعك بينقلب السحر على السحر ما بيكسبش يعني السحر بتاعي بيكسب السحر بتاعك برضو يعني ايه المنطق في كده هل ده معقول ان دي تبقى الثقافة اللي عايزين ولادنا يعيشوا عليها ويصدقوها ويغيزوا بعض في ال ويكرهوا بعض في البيت الواحد عشان انت بتسحر وانا ما بسحرش وانت بتسحر ما هو اهو فيه سحر اه وانت تؤمن به ولجأتله وما عمل لكش حاجة فيتهم فيه الاهلي يبقى ده الشناء وبيصد علشان عمل سحر وجون تاني بتدخل فيه الكرة عملش سحر ولان انت بتؤمن بالعلم وليس بالسحر انا تؤمن به في القرآن في عاجات معينة لكن انت بتأخذ بالاسباب فبتقارع الحجة بالحجة انا عجب ان اقول فخر اللي مجاهزينها النهاردة اللي بترد على كل الكلام المقصود بالتشويش طيب بالتشويش السحر وقلنا مين اللي بيشتغل بالسحر اللي اللي كسب بالسحر طب شاهدة شاهدهم من اهلها مين اللي بيشتغل بالسحر التحكيم الاهل بيكسب بالتحكيم والضلالة التالتة الاهل بيكسب عشان لجنة المسابقات زبطت له جدول احنا معنيين في حلقة النهاردة في التنقيب عن جدارة التتويج وكشف كل هذه الضلالات الاهل بيكسب بالتحكيم الاهل كسب السنادي بالتحكيم قبل ما تكون لبانة والناس كرارها وتنسى نعمل مراجعة سريعة ونتمنى انها تكون سريعة ونقدر نعرض اعترافات خبراء ومحلل التحكيم فيما تعرض له الاهل السنادي في مؤتمر صحفي قلتلكم اخيرا اتقال من رئيس نادي الزمالك ان الاهل وعرض بالفيديوهات لبعض الوقاع في التأكيد او في الاشارة الى ان الاهل بيكسب بداء ضربة جزاء غير صحيحة للزمالك قدام الاتحاد نتيجة هنشوف الاول التحكيم عمل ايه مع الزمالك قبل ما نشوفه عمل ايه مع الاهل الزمالك والاتحاد ابراهيم نور الدين نشوف الكابتن ياسر عبد الرؤوف في القناة الاولى قال ايه على ضربة جزاء غير صحيحة احتسبت للزمالك ركلة الجزاء هي دي لانا كنتم بتكلم فيها كابتن كريم ان انا شفت حاجة والناحية التانية شفت حاجة تانية فانا حتكلم دوقتي على اللي انا شايفه تمام نشوف الاعادات احنا لقينا سقوط بس ان انا عايزة بين حاجة من هنا عمالة كهرباء برضو عشان الناس بتتكلم في الايد نقف نقف خلينا بس واقفين وهو لسه واقف نرجع نرجع وهو لسه واقف الناس بتتكلم على ايد المدافع تمام وفي نفس الوقت كهرباء حاطت ايد نكمل ونبص على ايد الشمال نكمل نكمل ونمشي سنة سنة ايد اليد الشمال برضو بتحاول ان هو يزوء ويخلص نفسه نروح بقى الاعادة اللي بعد كده بس هي دي ونقف نرجع سنة نرجع سنة هي الكرة عدت خليبا نرجع اه طبعا هي الكرة عدت يعني المدافع ما خدش الكرة هي دي اللي انا بتكلم عليها بقى يا كريم نمشي الرجل نكمل نكمل هي بص هي دي الرجل النهاردة خبطت فين خبطت في رجل كهرباء حنبدأ نقول جوة الـ 18 ولا برة الـ 18 ساعدني فيها وقولي من الكادر ده هل حنقدر نحدد من جوة الـ 18 ولا برة الـ 18 أنا ميال ان هي برة الـ 18 أنا ميال هي بس اه ده نجزم لا ما عندش جازم ان انا هي برة الـ 18 يعني انت تقول ايه تمشي مع ابراهيم نوردين ولا لو هي فيها مخالفة من الصورة اللي انا شايفها دي لا حتبقى برة المنطقة مش جوة منطقة برة المنطقة ولو في مسكة او دفعة بالايد ان الكورة عدت وكهرباء حاول يوصل للكورة المسكة بالايدين من الـ 2 بس خلي بالك المهاجم متجه للكورة المدافع عكس اتجاه الكورة وهو برضو بيحط يده منع كهرباء منوصل للكورة لا ده ده احتاجها كده ده مش منع يعني انا مش شايف ان اليد عطلت بنسبة كبيرة ولا هي سبب الاعاقة ولا هي سبب السقود يعني حد حيجي يقولك من نتيجة كانت محسومة بعد كده وكبيرة لكن انت فتحت الماتش احنا بنتكلم وانت مالك السنة دي واخد 16 ضربة جزاء 13 13 ضربة جزاء ولقالي 6 يعني هو اكتر منضعف ازدقائي اه اكتر منضعف القالي وبرضو هتجد القالي محسوب عليه ضربات جزاء اكتر لو حسبته طيب فده بس ايه كده على الماشي ونكمل بقى طيب هدف غير صحيح لزا مالك امام المقصة والحاكم كان محمد عادل نسمع كابتن ياسر عبر اوف نمشي كابتن نمشي وهو بالعابة بالدماغ هو بالعابة بالدماغ ونقف حياتي بتتكلم يا كابتن حمادة ان هي راكلة ركنية وبالتالي مفيش منها تساقل ده المتعرف ده العرف يعني تمام لو الكرة رحت مباشرة من دماغ كسونجو للمرمى ودخلت وعندناش مشاكل الكرة هتبقى هدف طيب احنا عندنا دلوقتي فيه مهاجم من الزمارك في موقف تساقل مش فيه مدافع موقف على خط مدافع واحد احنا بنقول ايه موقف التسلل بيقى موجود امتى لما ما يكونش فيه اتنين مدافعين ما بين المهاجم وخط مرمى المنافسين طبعا اللي عندنا دلوقتي ان فيه واحد بس اللي واقف اللي هو المدافع هاي بتتكلم عليه مضبوط وعندنا مهاجم في موقف تسلل طبعا بس مشتركش في اللعبة هو ده بقى احنا مشتركش في اللعبة حنشوف طبعا لو هو تداخل يعني لقى بالكرة حتبقى تسلل لو تداخل مع المنافس حتبقى تسلل مضبوط كده طبعا ايه رعي كابتر حمد اشترك ولا مشتركش اذا ايضا هدف غير صحيح لزمالك والنتيجة هتواحد صفر في مصر مقاسم طيب دربة جزاء صحيحة لانبي قدام الزمالك ما بيحسبهاش الكابتن محمد معروف نشوف الكابتن احمد الشناوي في اونس بورت شافها ازاي الحاكم كان لازم يكون عنده حركة يتحرك يا بالشكل ده يبقى هنا كده يا يكون يقطع مثلا بالشكل ده هنا المهم انه هو لازم يكون قريب في الحالة دي لان الحالة بعد كده حتبين قد ايه المشكلة اللي هو فقدانه بقراءة طاقة بص هنا المسافة اكتر من خمستاشر متر مخالفة طبعا الحاكم الاضافي يصعب عليه تحديد مخالفة هنا ان الحاكم بشكل بعيد خالص الناحة التانية ما يقدرش يحدد المخالفة من عدم في الحالة هنا لما نشوفه في الاعادة هنلاقي ان جنش ارتكب مخالفة ضد مهاجم امبي عدد مسلم هاجم بياخده الكرة وجنش بعد كده بيغبط رجله او بيركلها فبالتالي بيقع لاعب امبي ودي ركل الجزاء لم تحتسب ليه مش الحاكم شافه وما حسبهاش الحاكم ما شافهاش لانه ما كانش عنده القراءة والتوقع نيكس فازو بلاي اللي هو الشكل التالي لللاعب فين هيبقى لازم يبقى ريب وروح يشوفه عشان يدر احتسب فطبعا هيا باين الرجل جدا بتاعجلنش لطشة هي لطشة طبعا سريعة وبتبقى صعبة عشان كده الحاكم بيزي يكون قريب وشاف وبرضو كابتن اشناوي بيتكلم على جون تسلل لنادي الزمالك لكن التسلل موجود نشوف الحالة طبعا الاجزاء اللي ياتي لا يعاقب عليها بالتسلل لذا كانت متقدمة اللي هي ازرعوا الايدي طبعا هو هنا واضح ان ابرهيب حسن زي ما نكبر كده فيه جزء من دماغه مسابق يعني كدف انما طبعا لعبة صعبة جدا لا يعني معقولة لا انا عايز اقولها كابتن ايمن احنا بنعمل كده لان احنا جبنا حلقة بكده وتكلمنا فيها لفريق فبيحسوا الناس متحسش ان احنا هو برجله يا كابتن مش بجسم يعني لا رجله ورا رجله سابقة لا لا رجله ورا هو رجله ورا هو رجله ورا هو بتاني بس هو كابتن ده لعبي لكن بريم حسن اللي جاب الجون اللي هو اللعيب اللي ايه ده وراجه سابقة ده ودماغه مسابق فبالتالي هنا انا هاي تقول افندي الايد انا ما تحسيبش لا لكن بنا اقولت كده ازرعوا لا يعاقب لكن طلب الراس طبعا انه ممكن يعرز بها هدف فبالتالي العقوبة لكن انا هايز اقول ايه هنا بقى نجد العزر للحكم المساعد صعب جدا انه هو هنا يقدر يحددها مهما تقول لي مين ما يقدرش لكن التسلم ما اقدرش يقول ما فيش تسلم وايضا ضرب ضربة جزاء غير محتسبة من امين عمر في مطش للمقولين والزمال هنا ادي الحكم ودي الحكم الحكمين حكم الاضافي والحكم امين عمر وانا عايز اقول ان ان امين عمر يعني في مكان يسمح له في الحتة دي لو انا حتى هجيبه كده يقدر يشوف كويس بشكل اوسع ومن هنا برضو في مكانه برضو يقدر يشوف انما في ناس تلك ممكن ما شافش لا هو عمل كده معناها انه شاف ان الكرة ليست لمسة يد لكن هي لمسة يد ولو انت وضعنا الاعتبارات اللي احتسبة وعليها لها راكت الجزاء الاولى هي تعتبر فوتوكوبي لراكت الجزاء نفس راكت الجزاء التاني اللاعب بتاع الزمالك ايده بتروح للقرة مش في الوضع الطبيعي وبالتالي راكت الجزاء لابد انها كانت يعني موجودة او تحتسب ولا حكا موجودة مفيش حاجة يعني معناها الكرة شوفوا لسا فيه لوقتة تانية ادي اللاعب وايده هي طبعا بالزبط بتحرك ايه ايده بتحرك راحت للقرة وبالتالي راكت الجزاء ودي من هنا طبعا زاوية رؤية امين عمر ايه ده شوفوا كن هو تقديره كان فيها كده وهو ده بقى اخطر ما في الموضوع يعني احنا عمليين نتكلم ضرب الجزاء وفيه تقدير تسلل مش تسلل لكن ان نفس الحكم في نفس المباراة تزدود المعايير بتاعته ويحسب على فريق لعبة ضده ولا يحسب نفس اللعبة فوتو كوب زي ما بيقول الكابتن شناوي اللي صالحه وتؤثر على النتيجة تغيرها تؤثر على النتيجة فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه هنا بقى والحكم شايفها بدليل قاله إلعب هو ده الكلام وايضا امام ودي دجلة في ضربة جزاء لم تحتسب هنشوف بقى الحالة دي تشوفوها دلوقتي هنعمل بوز مين راح يلعب الكرة جاء عايز يدري مين هنا مين اللي أعاق تقدم اللعب الناجح في لعب الكرة ام ايما إذا دي ركل الجزاء حصل هنا امتى تبقى غير مباشرة لو ما كانش حصل التلامس بالخدم مع لاعب دجلة طبعا ما حصل تلامس خلاص تتحول من غير مباشرة لمباشرة وبالتالي ركل الجزاء رايحة ده لكن هابدى فده محمود عشور لا ده طبعا كان كواس جدا حتى ركل الجزاء لم تؤثر في فكرة مباراة نتيجة اربعة تنكة اربعة تنكة اربعة تنكة اذا لكن هو خطأ تحكيمي مش اكتر منك هو يعني قال لك الخطأ موجود يأثر على النتيجة او ما يأثرش دي قضية تانية خلاص لكن انا بتكلم على اهدار حق لفريق في المباراة او اعطاء فريق حاجة مش من حق النتيجة ايه مش بتاعت الحكم لكن كمان ضربة جزاء لغير صحيحة للزمالك قدام حرص الحدود وكان الحكم طارق سامي ودي بتأثر عن نتيجة حتى لو نتيجة صفر صفر انت حسبت ضعت او جت مش بتاعتك بس هي الاصل في المسألة انت اديت حد حاجة مش حق نشوف الكابتن ياسر عبرعوف في صدى البلد ورأيه في ضربة جزاء غير صحيحة للزمالك اهدهاله طارق سامي في مباراة حرص الحدود ربنا يخليك صرف لي ضربة الجزاء هي الاكثر اثارة للجدل بطبيعة الحل وتسجل منها هدف تعادل نادي الزمالك ازاي تباعت استضام الكرة بيد مدافع حرص الحدود طيب خلينا دايما احنا بنكلم على مسألة اليد دايما فيه كده نقط أسلات موجودة معانا مش هنخرج برها تمام اه دايما الاحتساب زي المسكريات اول حاجة بندور عليها هي التعمد تمام لو التعمد مش واضح بالنزلنا نبدأ ان ندص على الاعتبارات اللي احنا بنكلم فيها وبنوجع دماغ الناس اللي هي بقى بكورة راحت لليد ولا اليد راحت لكورة ولا ملاقيت برا الجسم ولا الجسم اه ليد جزء من الجسم تمام اه انا شايفت عامل المسافة اللي اتشاطت فيها الكورة وهي حوالي ما زيتش عن 4-5 يارضات اه ان اقتضام الكورة بايد المدافع اه الحرس الحدود ان هي مفعاش اي نوع من الانواع يتعمد اه هي طبعا خبطت في الايد ولا تتنزل كانت الايد فلاحظت الاستضام كانت جزء من الجسم اه يعني هو الولد بيحاول انه هو يلمي ايديه على قد ما يقدر جوه جسمه اه كورة خبطت في ايده ده رقم واحد رقم اتنين لو قلنا ان الكورة عدت من ايده هتغبط في اين هتغبط في جسمه مزبوط مش هسدره اه يعني لو كان هو لو كان هو افترض ان هو بيحاول ان هو يديني ايديه ولما فعلا ولكن هي قطعت ما صار الكورة اه ساعية هنتكلم في ان هو هنا هو ملع الكورة من ان هي تروح للمرمى ولكن هنا لا هو كمان حتى لو هو شال ايده او الكورة ما خبطتش في ايده هتغبط في صدره او في جسمه فبالتالي طبعا هنا يعني التعامد مش موجود الاعتبارات مش قادر حتى ان انا اكيفها على الواقع ان هي تبقى فيها تعامد فانا شايف ان كان استمرار اللي كان هو اللي يجب على طريق سامي ان هو اخوة كمتن طريق سامي صاحب مباراة شهيرة جدا وانا بعتقدها من اسوأ النمازج اللي ممكن وانت بتيجي تحكي على اه يعني كيفها تؤثر القرارات التحكمية اه على نتيجة مباراة كانت الزمالك وطنطة ها حلة اه والزمالك اتحسب له ضرب الجزاء ولم يحتسب ثلاث ضربات جزاء ولا اوضح لنالك وطنطة في زي المباراة وطلع خسران بفرق هدف فهو هو نفسه الكابتن طار السالم الذي يسارع بانه هو يحتسب ضربات جزاء ولا يعطي المنافس نفس الحرب طيب هدف غير صحيح للزمالك امام الداخلية كان الحاكم محمد الحنفي والمحلل الكابتن احمد الشنو وانا عامل بوز اوه بوز ايد مين اللي عالكورة صبحي بلع رجلة على الشمال خبط في الكورة بس يعني بس اقل بس ما انا جاي لك بس اقل بس ما انا جاي لك انا مش انا مش فيك من رجلة لين انا النهار دي ما جاي اقل النهار ده بس انت قلت المبدأ المبدأ ان الكورة وقعت ما بين الاتنين مالت ماشي هي لو خبطت في رجلة محمود علاء ودخلت ودخلت كهربا جون لا واورحت لكهربا بس دون ان يرتكب مخالفا ما هو ما عملش مخالفا ببالدفع اللي دفع يا كابتن انا جاي لك بس نهذا انا لاتي رايحة يجمك وانت بتلعب بايدك اهم دفعك موقعك في الارض اي اهم دفع الدفع ده خطأ انا نتكلم من وجهة نظره على فكرة من وجهة نظر كابتن شنان بص يا كابتن ان هي جريت منه انا عشو نوصل لحاجة ان لما كون بتنافس معاك على الكورة عندنا ما ينفعش ان يكون في خطأ اه طبعا بس انا النهاردة انا عايز اقول ان بس صبحي لما اريد منه هو اللي عمل خطأ ان هو نزل جري زوق الكورة ماشي كل دا ما فيش فهي دي اللي عمل هسل حكس وقال بس هسس هو كورة وقعت ميد الجون وانا راح احط رجلي واحتخابة الجون وخدت الكورة فاول فاول خدت الكورة خدت الكورة الاول ما دي خد الكور لا ما خدش الكور لا لا انا بتكلم بمنطق تاني صبحي عمل الموقف ده بعد ما واقعت من ايده جريت منه لما جريت منه رمى نفسه على الارض عشان ينقذ الموقف فالالتحام مش محمود علاء اللي ما تشوف في الاول لو محمود علاء مكمل جري من غير ما صبحي يرمي نفسه على الارض انا شايفة كورة دي القرار النهائي الكورة دي يا كبتن شناو لو اتحسبت عشي سبت ساعتش مور دي قابل ده لا انا عايزة وكل حكم ما شافش التفاصيل دي حاجة انا عايزة وصل لحاجة ان الكورة النهاردة وانسي انها وقت ده ننسى انها وقت من حيث صبحي الكورة بقت في شكل جديد صح في مكان جديد بتنافس جديد صح وهذا التنافس مونا عادلا هذا التنافس دلوقتي بالشكل ده محمود علاء لم يكن يتنافس بشكل عادل مع صبحي يعني كورة هي كبتن فاول على محمود علاء انا شايف نورت المحكمة كابتن مشكورة كابتن وحزم شايفة كابتن ايمن شرفتون نورتين شايفة جو لا كتلت اربع متشاتهم محسومين سنة كمان في نقطة ملحوظة في استوديوهات التحليل الكباتن الكبار المحللين وليهم كل التأدير طبعا هم ابناء نادي ده عماد متعب او وليد صلاح الدين لعبة النادي الاهلي او نجوم النادي الاهلي ده كابتن ايمن يونس كابتن حازم امام لعبي نادي الزمالك هنا الرأي واحنا بنتكلم على حتة تحكمية حتة في القانون وانتوا جايبين اهل الاختصاص كل نجوم الكرة فوق دماغنا من فوق لو ما بتكلموا في النواحة الفنية رأيهم هو الغالب والنافذ واللي بيستمع له بس الجزئية التحكمية انتوا جايبين خبير تحكمي للموضوع ده تحديدا ففجأة تلاقي وده ملخوظة عند كل الجمهور حتى اللي بيتفرج انك حتلاقي بلاد النادي الاهلي ابناء النادي الاهلي من النجوم الكبار ما بيدخلوش نفسهم كتير في الحتة التحكمية ما بيتعرضوش لأي ضغوط لمن جمهور ولا حد بيلومهم بالعكس حتى فيه اراء كتيرة جدا لبعض الناس اراءها بيكون ضغط على الاهلي لكن انا بلاحظ حتة تلوين الرأي في جزئية التحكم في محاولة اثبات انه لا الحكم ظلم الزمالك او جامل الفريق التاني طيب ما يستمع لأهل الرأي اللي انتو جايبينه دي ملحوظة بس لانها متكررة في استوديوهات التحليل ضربة جزائها باشماندس غير صحيحة لزا مالك قدام بيت رجيت وكان الحكم محمد معروف ونشوف اللي تقال ناحية الشمال لفرجاني يلعبها تاني وادي القاص الجميل فرجاني هتتعامل فيها انما الحكم حسب ضرب الجزائي ضربة جزائي ياه ياه وبصوا راحين يسألوا طبعا الحكم الخمس التاني راحين يقولوله محمد يوسف يقولوله الكورة وما فيهاش حاجة لكن بدون تردد ادي اهو طبعا بنسيب القرارات التحكمية اللي كانت نشيل ناوي بصوا اهو شوف فرجاني ساسي يسعى لتسجيل هدفه التاني هذا الموسم سجل هدف وحيد في مرمى الجونة فرجاني ساسي المونديالي ساسي ويحطاها يا ولد يا ولد يا ولد خلى ابو النجا يروح في الزاوية الشمال وحطاها جميلة 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 في الزاوية اللي مين يا ولد يا ولد يا ولد فيه كل مباراة لنادي الزمالك ادي اهو الكورة هيه هل فيها حاجة ولا لا مش هنتكلم نسيب الكلام ليه كاتل شنه ادي الكورة هي ضربة الجزائي يعني فيه حاجة طبعا مش دابدي بورا يعني يعني حاجة عجيبة ده بينهم وبين بعض يجي نص سيار ده ما علينا فيه كمان ضربة جزاء اه امام سموح وحكم اجناب المراد نشوف تعالى نشوف لعبة ركلة الجزاء لعبة المباراة نحلل الصورة اللي قدامنا ندور على الخطر زي ما دورنا عليه في اللعبة الاولانية نشوف يلا انا عايزكم تجيبولي كل الاعداد يا جماعة بعد اذنكم يعني ده الصورة اللي احنا احنا فرجنا عليها في الملعب ولا هنا فرجنا عليها من التلفزيون نشوف ايه اللي حصل تاني ايه القريب اوكي الكورة تلعبت اللي لعبها لعب الزمالك اه اوكي نزلة القدمين على الارض سقط اللي اتنين الاحتمال الوحيد كابتن خالد اه ان يكون هنا المخالفة بالايد الشمال الاحتمال الوحيد اللي هي اختفت عننا دلوقتي اه اه الاحتمال الوحيد هل في شد اه جذبة من الفانيلة هل في ولا ده انا عايزك تجيبلي خلينا نتكلم بمنطق اه الصورة اللي قدامنا دلوقتي بتقولي ان مفيش مخالفة لا بالرجلين خالص لا مفيش حاجة بالرجل هل دي في شد طب اللي هو الشد حيقع لورا ولا حيقع لقدام اذا كابتن خالد بالنسبة للصورة اللي قدامنا مفيش مخالفة اه وي لكن قد يكون هناك احنا بيحتاجين في الحاجات دي بقى صورة من وراء الجل نشوف هنا بص فين الصورة اختفت عند اللعب رقم 11 قد يكون في شد ايه اه 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 لو موجود الشد اه يبقى هو ده اللي شافه الحكم طب هو ده يعني يمكن هات هالي تاني ونقف كده اه اللي خلى خالد ياخد لحظة الورا شوية ما انا عايز اقول لك مفيش بالنسبة لي صورة الصورة صح اللي تأكد لي الكلام بص الحكم فيه لا يمكن باي حال من الاحوال الراجل في المكان ده يشوفها صح انت عارف احنا لعمل صبورة القرار الحكم لو عمل اللي عليه صح لو عمل اللي عليه وراح وفتح زاوية رؤية وشاف قل لي حكم من هنا كمل بقى من هنا حيوصل لفين وقت ارتكاب المخالف حيوصل لفين والله لو سوبرمان ما حيضرش هو حسب ركلة الجزاء على اساس ايه الصورة اللي قدامنا كابتل الخالد بتقول ان ما فيش خطأ صح صح نفس اللعبة عشان اللعبة دي يعني حكم اجنابي وهي لعبة يعني حسمت المباراة واحد صفر بصبت مؤثرة في نتيجة المباراة حنجيب كل اراء الخبراء استاذ ابرايم يعني كابتن احمد شناو وبعده الكابتن ياسر عبد راوف تعالوا نشوف نيجي بعد كده طبعا كابتن حزم مبسوط لللاعبة دي هنشوف بقى هنا اللي راكت الجزاء فين انت يا كابت راكت الجزاء طبعا هنا هنشوف لعب الزمالك لعب الزمالك خلان نتكلم في حاجة هناك فرق بين الالتحام على كورة القدم دائما وابدا بالاخدام ففي قوة ولكن قوة مطلوبة مش زايدة هنا لعب الزمالك هتبص تلاقيه يضوبك بيفتح رجله للاخر عايز يلعب الكورة اهو بصه اهو انا عاملها بص عايز يلعب الكورة بس رجله التانية في الاخر ايه وراه يعني هو بيفتح عايز يزوء الكورة فقط ما عندوش حاجة تاني وبعد كده من الدفع دي كل لعب تليب يروح يلتحم شيء طبيعي مع لعب مع لعب سموحة وبالتالي هنا المخالفة في ان يكون هناك اعاقة او عرقلة من لعب سموحة مش موجودة ودي التحامات طبيعية جدا داخل منطقة الجزاء لا يعاقب عليها القانون وبالتالي راقة الجزاء مش موجودة والقرار غير صحيح بس هو وصل للكورة الاول يا كابتن يعني هو لا اماله هو عشان طب ما هو وصل للكورة لعبها هو عايز العام يزوءها بس كان عندو فرصة يعني سوال يعني لو نفترض نعكسنا سموحة ده مهاجم والمدافع لعب الزمالك وزق الكورة كده عطب راكل الجزاء طب والشد من وراء عشان ما فيش شد ولا فيش ولا جاء جامل اجع باك سن لا لا ما فيش شد ولا في اي حال طيب اتفق جمال الكابتن جمال غندور مع الكابتن شناوي ان ما فيش ضرب الجزاء طيب الكابتن ياسر عبد الرؤوف على نفس اللعبة وهي حالة راكلة الجزاء طبعا اولا الصفارة طيقت متأخرا عايز اللعبة بس دي من البداية بس نقفنا نقفنا طبعا الحاكم ما عندوش اي قراءة للعب المفترض ان هو كان يبدأ يتحرك من بدر شوية عشان يقرب المسافة دي انا نهاردة بنتكلم في مسافة مش عالي 35 جنو وبين الرجل اللي حتروح له الكورة فهو كان من بدر شوية لازم يكون بيتحرك نمشي بقى ونشوف الحالة ايه اللي حصل فيها ونشوف هو اقرب مكان ممكن يكون يوصل له هو فين طبعا كل ده هو من الظاهر معنا خلص بعيدة اوى عنه تمام تصدقوا بعيد بعيد جدا بعد نص الملعب بعد نص الملعب اكيد هو حيكون عادة نص الملعب بس انا عايز بقى نوقف هنا طبعا فيه تنافس ما بين الاتنين المدافع والمهاجم حنشوف الاول مين اللي وصل للكورة بس اللبيض هو للعب تمام فيه اي تلامس ما بين الرجل والرجل او القدم والقدم مفيش خلاص الكورة بدأت ان هي تخرج نمشي بقى كمان شوية بس ونقف هنا ايه ايه دي بقى اللي انا شفتها في الصور الكورة تلعبت اهي نفس بصة كابتين تمام شايف الايد لا لا ارجع تانية يا قليد ايوه بص الايد بتاع لعب سموحة تمام ورجل خالد بطيب ما بين رجلين لعب سموحة هو ده وضع طبيعي بعد الكورة ما تلعبت ماش يعني ده حنقول لو احتكلك طبيعي هو لعب سموحة بلمس الكورة صحيح؟ بالضبط كده ولكن الايد ده مش هحتكلك طبيعي تمام فيه مسك فيه مسك طب المسك ده يعمل حجم الاتنين يا اما هيبقى فيه شد فانا هرجع المهاجم ده الورا يا اما هيكون انا معاك يا اما هيكون فيه مسك فانا هنزله مكانه ولكن اللي حصل ايه؟ ان هم اللي اتنين كملوا التحام مع بعضهم وفي الاخر الكورة مشت فبالتالي ده التحام طبيعي بعد الكورة انا ما شايف فيه اي مخالفة ده مش شد انت مش محتسب ضربة جزء لا لا خالص مش شاف انا مختلف معك شوية في الحتة دي مش عارف ليه بص هي انت عارف المشكلة فين فيها يا كريم في حاجة واحدة بس ان ان احنا عندنا معيار المعيار مين لعب الكورة اللي لعب الكورة المهاجم ولكن هل المدافع وصل لقدم او جسم المهاجم ده ما حصلش اللي حصل ايه انه هو خلاص اخر حركته انتهت طبيعي بعد كده هوا هيكمل هيكمل بيت حركته وبعدين الطبيعي جدا ان انا كمهاجم بقى لعب الكورة باخر حاجة عندي فانا عايز اقف الوقوف ده مع الاندفاع ده فحصل الاستضام مالاش اقول الاستضام ده سبب المدافع لا الاستضام سببه الاتنين فبالتالي انا مش شافني فيه خلف اذا باجمع السلاسي كابتن جمال الغندور والكابتن ياسر عبرقوف والكابتن احمد الشناوي تلاتة ضربة الجزاء اللي احتسبت للزمالك اللي فاز بيها على سموحة وخدت تلاتة نقاط كانت غير صحيح الحاكم اجنبي اه اجنبي مؤكد ان هو ما كانش يتعمد يجامل بس انت هو بتستفيد من اخطاء التحكيم رغم اجمع كل الاراء تلاتة نقاط كان منكن تاخد بهم بطولة او لو ما خدتمش كنت فقدت المركز التاني وما تشاركش في بطولة افريقيا لكن ما حدش بيفتكر هو خد ايه حتى مع اجمع الاراء وحتى بالمناسبة مع تكرار حارس زي الجنش في التصدي لضربات الجزاء بيتقدم قدام خط المرمى باكتر من يارضة في بطولة افريقيا قدام نهضة بركان الحاكم اجبره على ان هو يعيد الضربة تاني عشان ده خطأ قانوني لكن هنا اتكررت كذا مرة من جنش سواء في الزمالك والانتاج الحربي او الزمالك والجونة وما حدش بياجه ان يعيد ده اسلوبه ده اسلوب لعبه وغير قانوني ودلوقت القانون تعدل خلاه يحط رجل على الخط ورجل بس هي اللي تتقدم كتمركز او ارتكاز لكن يطلع برا خط المرمى بكل هذه المسافة كان الكلام غير قانوني لكن بتعدل طب ده كل اللي حصل عليه الزمالك وشفته اجماع عراء الخبراء واحنا ما حبناش نقول رأينا احنا لانه مية المية حنتهم ان احنا منحزين فجبنا رأي خبراء التحكيم في تحليلاتهم وحدة وحدة شفته هذا الاجماع على كل هذه الاخطاء اللي استفاد منها الزمالك وبكل وضوح الاهلي ايه اللي حصل له الاهلي اللي انت شايف انه تجامل تحكيميا الاهلي في استعراض لما حدث معاه هذا الموسم البداية ضربت جزاء صارخة للاهلي قدام الانتاج الحرب بابراهيم نور الدين لعلها تستحق ان تكون لقطة السنة وكل سنة اللي حصل من ابراهيم نور الدين في مباراة وليد ازارو لا تدرس نفكركم بيه لحالة اللي بعد كده وهنا بقى يعني انا عايز اقف بس هنا نمشي بس نمشي من حتة دي وحنقف هنا لما انا حقف هنا الحكم الاضافي هنا ده اهو حمد ابو خاطر حمد ابو خاطر تمركز رائع وعلى يعني على قبة للسعداد ومركز وباص على كل حاج لما نشوف اللي حما بعد كده الاحداث اللي تحصل سواء شد من ازارو او شد من المدافع التاني انت دورك فين يا حكم يا اضافي انا بقول ان هنا ده خلاص بالحيطة دي كده يعني ما عندنا الحكم يعني عايز اقول لو عنده رؤية او قرار مش هيبه اقوى ولا اصح مقرر راجل وقف ده ده بينه وبينه يارضتين نعم يعني القرار هنا لازم الحكم الاضافي ده يقوله لما نشوف اللعبة هناك شد طبعا التحام وشد والحكم هنا طبعا نبالك كل ده لسه برمنا ربدين مزهرش لبقى عالتمنتاشر بص الحكم لا مش عالتمنتاشر هو الحكم الاضافي يعني لو بصيته عالتبصت دي جاف لحظة بيتحرك سبع الحدث بص اهو هنا هو تقدم وراح لما نمشي هنمشي جاتي كده بص هاتي بيجري بيتحرك وبيسيبهم بيسبقهم بص على انه كرة تتلعب طبعا هناك فيه شد من لاعب الانتاج لمهاجم النادي الاهلي والي هو وليد ازار وهو من فيه بديهات شد طبعا هنا اهو يعني انا عايز اقول وليد ازار الكرة بالشكل ده ايه اللي حيرجعه تاني الورا يعني ايه اللي حيرجعه تاني الورا بالشكل ده في قدرة طيب ناخد اللعبة مرة اخيرة يا كابتن عشان تقول لنا القرار انها يسيبنا بقى ان ابو خاطر غلط ابراهيم نوردين غلط لا القرار طبعا هي ما مفيش كلام بالقرار طبعا هناك قرارة للجزاء واضحة لان تحتسب ابراهيم نوردين كان ماسك الصفارة هتطبقه ورجع نزلها وهو يعني يكاد يكون اثر على قرار حكم الخامس لما شاف ان الكابتن ابراهيم تردد اللي بيحتسب الكحة لو لعيب كح جنب لعيب نادي زبالي بيديره ضرب الجزاء الكلام ده ليه يا جماعة الكلام ده علشان تعرفوا الفريق اللي خد الدوري خده عن جدارة ولا خده عن اتهام لانه البعض يقول طبعا الدوري خلص الدوري خلص لكن لما تقف الموسم باتهام صريح ان انت خدت الدوري بمجاملات التحكيم وشاشات تتعرض في مؤتمرات صحفية رسمية يبقى لازما اعلاميا الرد والرد بشكل موسق لكنه ده ختم موسم وهذه المراجعة لابد منها لا احنا المراجعة دي كمان نتيجة ان حصل ناس بتحاول تغير تغير الحقيقة بالضبط ان انت الاستفاد اه فلا نفتح الدفاتر ضربة جزاء غير محتسبة للاهلي او هدف ملغي من تسلل خطأ لمصلحة الاهلي امام الانتاج الحربي نشوف الكابتن احمد الشيناوي كان رأيه فيه ايه بص الحالة طبعا بالشكل ده اهو هنا يعني من هنا لهنا يعني من هنا لحد هنا كده باعتقد ان ده يعتبر في مرمى العين صحة لمصلحة ما عندوش مشكلة ما عندوش مشكلة في انه يربط لحظة لاعب الكرة مع لحظة لاعب اللي هو في خط التسلل الى جانب ان خط التسلل اللاعب هناك اهو واللاعب هنا ادي لاعب هناك اهو ادي لاعب اهو وادي لاعب اهو النادي الاعلى اهو هنا شايف فيه فرق على اقل متر متر وشوي يعني تسلل مستعب لا من ناحية ان الكرة بتتلاعب المسافة ما بين اللي بيركل الكرة والمستلم ولا اللاعب مواقف على بعد عن خط التسلل حضراك قبل لحظة لعب الكفورة حتى احنا عندنا البيرو ده ياريت نرجعها شوية بعد اذن حضراتكم طب نشوف الجنو بعد كده نرجعها ماشا فيش مشكلة زي ما حضراك بص يا كابتر هنا حتى احنا لأ شيروا الخط البيرو خالص شيروا من فضلكم نشير البيرو وكابتر بعد اذن حضراك حتى احنا عندنا البيرو ده هو ربنا بقى كرمه عنده الخط ده كمان مساعده الخطوط بتاعت الملعب دي بقى لان المجرده اللي هو بشيخ فيها حقا لا تخطيط الملعب مسهلو كمان انا عايز اقول اني انا وقف مع اخر تاني مدافئ انا وقف كده اخر تاني مدافئه انا سيبك من الوقفة والقعدة والكلام ده كله انا بتكلم انه كمان من حصن الحظ ان تخطيط الملعب انه فيه اه تخطيط الملعب اللي هو التخطيط ده للمساعدة الحكام والمساعدين اه الله يفتع عليك اه ده معقول بيرو للمساعد اصلا يعني طبعا هنا بقى دي خبرات الحاكم المسلم يكون حاجة زي دي بتساعد دي ما فاش اي حاجة خلاص الكورة طلعت هو خد الكورة وهو بالعبها وانا فاش اي اي يعني اي نوع او شبه التسلل خطائين واضحين جدا درب الجزاء وهدب ملغي فحنشوف كمان امام مصر المقاص امام بيرامدز لا ولا امام بيرامدز درب الجزاء غير محتسب لله لقدام بيرامدز وبرامدز كان منافس مباشر نشوف وخلص الماتش فارق جوه رأي الكابتن الشنهو فيها ايه نشوف الحالة اللي بعد كده هي لعبة راكت الجزاء اللي جاية دي هل هناك راكت الجزاء ما كانوا يسمح له بالرؤية لكن شوف بيسفر امتا سيميليشن برضو قرار متأخر بص انا جايب لك اهو نقف هنا قدم مين على مين هنا الشرب الابد على الاحمر او لا نهذا القدم ده اللعب يتحرك لما ثبت رجلو قطعا كلوكو كباتن ولقبت الكورة اللعب عشان يتحركت او ما حامل جزمه قدام كده شنين الرجل ورجلو متثبتة لازم يسقط في الارض وبالتالي هنا خطأ واضح راكت الجزاء الاسف الشديد ان هو لو ما احتسفهاش انا كنت ممكن اقول ماشي ده كلام جميع مفهاش مشكلة لكن كونه يعاخبه بانذار انا ليه راكت الجزاء تحسبه علي يعني ان دايريكت وانذار انا شايف انه القرار يعني يعني عايز اقول خانه الصواب والتوفيق هو واضح ادي الرجلة هيه وهو شايف وعنده رؤية وعنده كل حاجة لكن هو خاف انه يحتسب ما اعرفش يعني قدراته هل بيهرب من احتساب راكت الجزاء باحتساب التمثيل امر يعني كان غريب جدا يعني طبعا مش عايز يحسب ضربة جزاء هيعمل ايه حسب تمثيل يعني الظلم مضاعف يعني ودي المباراة خسرناها بفرق هدف هو ايضا ضربة جزاء امام المقاطسة غير محتسبة يجي بقى للحالة دي طبعا في اول مباراة معروف طبعا على مقربة بشكل كويس جدا وعنده زود رؤية عنده كل حاجة اللعبة دي هو هنا حسب ركنية حسب ركنية على ان لاعب المقصة هو الذي نجع في لعب الكرة وبالتالي لاعب النادي الاهلي ما وصلش للكرة والسقوط هنا خلاص فيه السقوط بقى يعني ده التحامات عادية لكن اللي لعب الكرة وزقاه واخد الرجل بعد كده العكس يعني المقصة اللي ما لعبش الكرة ولعب لها اللعب الكرة ولعب المقصة هو اللي خد رجل انا شوف دلوقتي الحالة طبعا لما هتشوفوها في الاعادة هو قريب هو حتى تردد بص من اللي بياخد الكرة اهو صالح جمعة هو اللي بياخد الكرة ولاعب المقصة هو اللي خد رجل صالح جمعة وبالتالي الخطأ موجود وركلة الجزاء لم تحتسل. نيجي واضحة جدا طبعا من وراء ايه من خلف المرأة. نيجي بعد كده الحالة دي بتاعت ازاره. هنا اللاعب ده اللي هو اسامة جلال عنده انذار. ودائما انا اقول ان الحكم اللي ما يديش الانذار التاني بتبقى صعب عليها. هنا اللاعبة دي طبعا الانذار هنا مستحق لازم يديله انذار. ما ادلوش انذار لان انذار تاني. نيجي بعد كده اخر حالة. وهي الهدف التاني بتاع النادي الاهلي. هل فيه تسلل لازاره عن شوف دلوقتي. طبعا هنا تسلم بشكل صحيح. واه. لحظة لعب الكرة لم يكن متسللا وليد ازاره. وبالتالي هنا الهدف هدف صحيح. وقرار الحكم المساعد صحيح. طيب. يبقى كمان نشوف طلاق الجيش. محمود عشور. كان متش كده. نيجي برضو هنا نفس الكلام. طبعا هنا محمود عشور اضار المباراة بشكل كويس. بغض النظر عن اللي حصل. اللعبة دي من اللعب الصعبة جدا. هل هي جوه ولا بره. طبعا الكلام ده. حتى لو هو هي من بره واحتسب رجل الجزاء. اللي بيحسب الحاجات دي دائما وابدا دلوقتي الفار. عشان كده اللعبة دي اه هو لو كان بقى جاي وفاتح من ناحية تانية. لكن طبعا ارتدادات الحكم مش كل مرة ممكن يبقى في المكان اللي يسمح له بالرؤية اللي يقدر يحدث فيها بشكل صحيح. لكن اللعبة دي تحديدا طبعا هي اه احتسب الفاول وحطها من بره. لكن هي من جوه وكانت مفترض ان تكون رجل الجزاء. دي الحالة بالنسبة الاولانية. الحالة اللي بعد كده هدف الاهل. طبعا هنا حارس المرمى التحم بشكل يعني قمة يعني استخدام القوة والوحشية في الالتحام مع اللاعب. دخل بالشكل ده. يعني انا شايف. بغض النظر بقى هناك فرصة محققة لإعراض هدف هجم وعدة. الكلام ده كله بنا نضعه جانبا. انما طبيعة المخالفة. طبيعة المخالفة ايه? طبيعتها ايه? في استخدام قوة زايدة ولا فيش استخدام قوة زايدة? خلاص. بغض النظر بقى مش هنبص لهجمة ولا ولا فرصة ولا حاجات دي كلها. كان لازم يتعامل معها لكن مش عارف اه اه احتسب اه الهدف احتسب لكن متعملش مع الحارس حتى مرحبا بقى فبدا لدى يكون فيها اه 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 اداري اه اه تجاه حارس المربو. شوف داخل ازاي بالشكل ده يعني قمة ال 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 وحشية في الالتحام مع من نفس اللعبة نشوف رأي كابتن خالد الغندور فيها ايه. جمال الغندور? اه اه. جمال الغندور. حبيبي ببطة. هروح لركلة الجزاء اللي تم احتسابها من خارج منطقة الجزاء نشوفها مرة تانية ونشوف التدخل كان فين ادي اللاعب اهو اهو العرقلة داخل منطقة الجزاء لانه اصلا قدم لاعب طلاع الجيش على الخط والعرقلة واللاعب النادي داخل منطقة الجزاء بالكامل اذا دي ركلة جزاء احتسبت من خارج اهو من هنا اهو ادي العرقلة داخل منطقة الجزاء دي حالات ضربات الجزاء طيب ما تيجي نشوف ازدواجات المعايير يا استاذ ابن رحيم كان مبراه وديرة منها النادي الاهلي في نتائج مؤسرة لا هي واقعتين تحديدة انا مش منت الاهله قدام الاسماعيلي هدف ملغي للاهلي مقارنة بهدف محتسب للمصري قدام الجون هنشوف ازاي الحكم اللي احتسب او لغي هدف للاهلي امام الاسماعيلي مفكركم به الاول ازعاج بالاطوال ادي عرضيات معلول الخطيرة لكن فيه سفارة وفيه خطأ لمصلحة ريتشارد وفي هذه الاسناء مشاهدينا الكرام بتنطلق سافرت انتهاء احداث الشوت الاول بالتعادل السلبي ما بين الكبرين النادي الاهلي والاسماعيلي ولقاء الافتتاح الان انتصفت الحكاية مشاهدينا طيب ضربة الرأس اللي كانت واضحة لسليف كل من ايه اللي فيه اه يعني طب ده انت تشوف اللي اوضح منها بقى في نفس الاسبوع وفي نفس اللحظة بنفس الطريقة الاسبوع الاول الدوري هدف محتسب للمصري امام الجونة نشوف في شباك فريق الجونة وافتتح شريط الهدف هل يفعلها الركنية تتلعب كرة عالية داخل منطقة الجازة اه وضربة الرأس وداخل المرمى والشباك تهتز ويفعلها محمد كوفي ليعانق الشباك بهذا الهدف وبدربة الرأس على يسار حارس المرمى هيثم محمد والفرحة والسعادة تظهر على لعبي المصري البورسعيدي من خلال الكرة التي تلعبت من ركنية اسلام عيسى الى ناحية اليسار وتتلعب عالية وكوفي هنا يتفوق على اللاعب الاسيوبي طويل القامة اللاعب جاتوش ونجح ان يضع هدف على يسار حارس المرمى من كرة عالية تلعبته من عمر موسى في الدقيقة 67 كرة الاهل اسماعيلية كانت تكون في نفس اللحظة اللي احتسبت فيها دربة جزاء للمصر المصري ديت حسب وديت لغن طيب دي بتاعة الاهل احنا بنقول ده اللي يا جماعة اولا ده ملك وكتابة دي رسالة ملك وكتابة الدفاع عن حقوق النادي الاهل فلما يطلع حد يشكك مش في مباراة في موسم في بطولة في بطولة فرح بها جمهور كما لم يفرح بأي بطولة اخرى فيطلع مؤتمرات صحفية تعقد عشان تشكك في ده وتعرض نمازج غير حقيقية لوقاع انتو شفتوا استوديوهات التحليل نفسها كان رأيون فيها ايه اولا عشان تشوفوا حجم ما تعرض له فريق الاهل السنة دي من ظروف كانت عاملة ازاي حفاظا لحقوق هذا الفريق اللي الناس شافت حجم التحامل التحكم اللي حصل او خلينا نقول الاخطاء التحكمية اللي حصل اللي كانت نتيجة تدخل في سياسات تعيين الحكام كان نتيجة لضغوط على الحكام كانت نتيجة لمحاولات محاولة مستمرة للتأثير على قرارات الحكام وعلى تعيناتهم وتابعته الكل ده على مدار الموز سيد مريم القرارات بتتاخد على الهوى بان والله ما حلعب والله ما حروع وعليا مش عارف ايه ما حعمل قبل القرارات ما بتتاخد ويعني دي دي فشفتوا الاهلي برغم كل ده وكل ما تعرض ليه تتهم بانه بيتعطى بالسحر لنقولك لا منها جهة ملك وكتابها كيف يمكن ان يشهد شاهدهم من اهلها ونسبت انه دي ثقافة مش جديدة دي ثقافة من الخمسينات والاهلي بيلاحق بهذا الاتهام الغريب وكان فيه تفسير مهم للموانس عدلي انه اي حد عندما يعجز عن مواجهة الواقع يبدأ يدور له على اي سفليات ولا اي اعمال تحتية او اي كلام يغنيع عن انه هو يواجه اخطائه او يصحح اموره